هذا ونعى ملوك ورؤساء الدول وفاة المغفورة له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله فقال بيان من الديوان الملكي السعودي إن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبلا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة الشيخ صباح مقدما خالص التعازي وصادق الموساه لعائلة أل صباح الكريمة في دولة الكويت وللشعب الكويتي الشقيق وللأمتين العربية والإسلامية كما نوه رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد النهيان بمناقب الفقيد في مجال العمل الإنساني وجهوده في تقريب وجهة النظر بين الأشقاء لتقوية البنيان العربي وتعزيز تماسكه من جانبه نعى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمير الكويت قائلا رحم الله أبا الكويت الحاني وقلب الخليج النابط وأمير الإنسانية النبيل من جهتي أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الشيخ صباح أحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك كما نعى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وفاة أمير الكويت معلنا فقدنا اليوم أخا كبيرا وزعيما حكيما كرس حياته لخدمة وطنه وأمته ولم يتوانى في مساعيه الخيرة عن بذل كل جهد لوحدة الصف وفي مصر نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشيرا إلى أن الأمة العربية والإسلامية فقدت زعيما عظيما من طراز فريد بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها كما عرب الرئيس اللبناني ميشيل عون عن حزنه الشديد لغياب أمير دولة الكويت عن عمر قضاه في خدمة بلده وشعبه والدول العربية الشقيقة وغضاياها وكان مثالا للمرؤة والاعتدال والحكمة هذا ونعى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري الأمير الراحل قائلا تنطوي بغياب أمير الكويت المغفور له بإذن الله صفحة من التاريخ العربي كتبها بحروف من ذهب رجل عظيم من جانبه نعى الرئيس العراقي برهم صالح أمير الكويت مؤكدا أنه كان الأخ الكبير والزعيم الحريص على شعوب المنطقة كما نعى رئيسه وعضاء المجلس السيادية الانتقالية السوداني الشيخ صباح الأحمد الصباح ووصفوه بأنه قائد عربي بارز كرس حياته لخدمة أمته هذا وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن أمير الكويت الراحل ساهم في استقرار المنطقة وقدم خدمات للإنسانية